ولا ده لازم الناس تبقى لماحة؟ ده مش لماحة ولا حاجة ده هي حاجة تلقائيا بتتعمل في العقل الباطن العقل الباطن عنده قدرة ان هو يبص كده على الشخص اللي قدامه ويعمل زي سكين زي مسح كده مسح كده للشخص يعني انا لو انا دخلة ولبسة لبس بلاش انا لو انا قعدة قدامك دلوقتي وعملة كده انتي عتحس ان انا يعني اديني اوصفيني اوصفي شخصيتي كده اه كده زي ما انا بذلك اه لا اقول لو ركزتي بق بص لا اقول لو كده اقول ايه ما لا هادي مش طيقاني ليه ده حاجة طب قال لي لي سكتي في نفسي اخبارها ايه performance بصي لي كده على جسم لي سكتي في نفسي اخبارها ايه يعني لو انتي قعدة كده محنية اقول الا يعني مش واثقة في نفسها اي يعني انا دايما اشوف الناس القعدة عاملة كده دي اقول عندهم مشاكل وعندهم محنون مش مش كده يعني مسلا تلاقينا قاعدين عاملين كده فالو انا مجرد بس حركة كتف. مجرد حركة الكتف من إن هي تبقى كده وبالمنظر ده لحركة الكتف إن هي كده فرقت معاكي في تقييمة لشخصيتي. تدي هيبة بتدي كده. تدي لك هيبة. تدي لك وقار. تدي لك خلي ناس تحترمك أكتر. كل ده اتيكت. كل ده. طب لو أنتي بتكلميني يعني لو أنا دلوقتي أحدة بكلمك وانتي مش بصالي أو أنا مش بصالك. يعني أنت بتسأليني سؤال وأنا مسكة التابلت كده مثلا أو مسكة الموبايل بقى ناس تبقى مسكة الموبايل. فاللي هو إيه؟ والله إيمان معرفش كان فينا أقول لك آي رحة آه صح. هل ده معناه إن أنا بجدب عليكي عشان مش بصالك في عينيك أو بحور لسه بدور على حاجة أقولها لك؟ أو أنا مش مهتمية بك أصلا. لا أخوة ده بيترجم عدم اهتمام. الكتب بيبين في حركات العينين. خلينا الأول في حتة دي لأنه يمى ناس بنقعد معهم وممكن في الشغل كمان. طبعا. فدي برضو إيتيكيت المعاملة اللي هو أنا. لا وتحصل أكثر كمان في المشاكل الزوجية يعني بتلاقي مثلا ناس بتقول لي هو مش بيحترمي ليه قلت لي مش بيحترمي. أنا كل ما يجي كلمه بيبقى مسكة الموبايل بيتشات. فدي ليه علاقة بالإحترام. وجزء من الإيتيكيت يعني شو فيه إحنا بعض كل الوقت هتلاقي من التكلم في الإيتيكيت. جزء من الإيتيكيت اسمه الاكتف ليسنينج أو الاستماع. يعني إن أنا إزاي أستمع. اللي أنت عملتيه إن أنت بتبقى وأنا بكلمك. خلينا نعمله عملي قدام الناس يعني. أوكي. اللي أنت عملتيه وإنت تمسكي اللابتوب وأنا بكلمك ده اسمه سمع. بتسمعي. إزاي كأنك بتسمعي دوشة في الستوديو يعني مش مهتمية سمع. لكن المطلوب في الإيتيكيت إن أنا أستمع. هو ده الفرق. أستمع يعني إيه؟ يعني جسمي كله في مواجهتك. يعني تخيلي مثلا أنا إنتي بتتكلمي وأنا قاعدة بصة نحية تانية. وأنتي قاعدة بتتكلمي. ده ما ينفعش خالص. أنا لازم علشان. دي كمان قلة احترام يعني. شوفت يعشان إحنا قلنا التعريف في الأول إيه؟ احترام الآخر واحترام الزيت. بزرق. فأنا لازم ده حتى في القواء يعني الناس بقى اللي بتدرس بادي لانجونج. أنا الحمد لله درس لغة الجسد ودي بتفرق مع البني أدمين جدا. انت وانت بتتكلمي على الشخص بوز الجزمة والركبة لازم يكونوا في اتجاههم. في اتجاههم. تخيلي. بصوا بقى هنتعلم معهم. وبصي إحنا أصلا بالفترة. آه يعني بصي إحنا بالفترة. إحنا يعني ما عملناهاش بس يا بالفترة أنت بصي بوز الجزمة وبصي رقبتك فين. أيوا خلينا بقى كده يعني إحنا بنتعامل لايف قدام الناس عشان برضو ما نقولش كلام على الفوادي. أيوا. يبقى أنا دوليتي لما أكون قاعدة مع حد أبقى أنا متجهة له كده. لازم. وحتى يعني. دي أول قاعدة من قواعد الاستماع. أول قاعدة. دي أول قاعدة. تاني قاعدة من قواعد الاستماع إن أنا أعمل تواصل بصري. طيب لو أنا ما ببص الكيش وانت بتكلميني. دا يعني ما ينفعش لازم ألفة نظرك أقولك ممكن بس يعني. أيوا. لازم ألفة نظرك. ألفة نظرك إزاي بأدب. يعني أنا برضو ممكن أكون وأنا قاعدة بتكلم مع مديري مع زميلي في الشغل مع جوزي. فهلا أقول هلو إزاي بطريقة لطيفة اللي هو بدل ما. هو أنت يعني مش مهتم بيا وعينك في الموبايل وإنت أهم حاجة عندك الموبايل. طيب خلي الموبايل ينفعك وهوب تطلقنا.